السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نتكلم عن فكرة بسيطة ممكن نعملها في البيت او في الحديقة تحمل نباتات الصيارة بشكل كبير جدا الفكرة ببساطة وبارة عن صندوق من مخلفات الخشب المواد في البيت يعني مش هنشتري حاجة من برا هنا اي فدولات خشب متوفرة في البيت ممكن نستعملها في عمل السنوق ده الفكرة على بساطتها بس بتفيد او بتحمي الى النباتات الصيارة بشكل كبير جدا 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 النباتات اللي فعلها بسيارة او في كبهات زي المودة في الفيديو هنا لو اتحطت بدون صندوق او بدون حاجة تبقى محوطها بسهولة تقع بسهولة تتنسي في الفراي بسهولة تجي تروي العلبة تقع في الارض ما تخدش بالك منها فمعمول الوقت النبات ما يصيروش مية بشكل كافي فيموت فبتبقى مش كاكتب جدا وحلها بسيط جدا انها بس كل اللي عمله صندوق بسيط جدا وجمع فيه كل علاقة الصغيرة اه في بدقل تانية ممكن اه اه نعملها اه من غير ما نركب صندوق خشب ان احنا نجيب صندوق بلاستيك زي سندق الفاكهة اه ممكن تلاقي عند الفاكهة الفاكهانية رخصة جدا سندوق طرب المحام الساجنية برضه لحسب حالته برضه ممكن نجمع فيه النباتات الصغيرة اه بس انا عملت يعني قلت كده كده الخشب متوفر عندي مالوش اه مالوش فايدة اعمل اه اعمل مشكلة بدون داع يعني فقدت استعملوا حاجة مفيدة يعني الفكرة البساطة عملت صندوق خشب عبارة عن مربع خشب اهو الارضية بتاعته عبارة عن برضه لوح صاغ كان قديم عندي في البيت مش استعمال اهو وبزوية زوية حديدة زي البيانة جوا دي سبت الخشب ومقابط بسيطة خالص كده من عند بتاع المصامير مقابط هنا ومقابط هنا وفي الاخر هتجمع السندوق الجميل ده مقابط الفكرة على بساطها جماعة عدد كبير جدا من الكوبهات اه حاميتهم مشكلة اه عالي جدا اه هقدر انقلهم من مكان لمكان بكل سهولة اه اتجمعوا كده مع بعض اه ويدوا منظر جمالي اجمل كتير منهم يبقوا متفرطين في كل حتة شوية اه فوقات كتب جدا حصلنا عليها اه من فكرة بسيطة اه منها استغلنا الخشب اللي مش مستغل واللي واخد مكان على الفاضي ومنها اللي احنا حاملنا النباتات ببساطة يعني يبقى كده اه عملنا استغلال للمخالفات الموجودة وفي نفس الوقت حاملنا النباتات اللي عندنا من المشاكل اللي ممكن تحصل لو كانت بهم صندوق دي فكرة بسيطة كده كده كنت حبيت اه 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 لكم النهاردة اه يمكن احد فيكو يستفيد منها ويعمل حاجة شبيهة لها او زيها اه ممكن بنفس الطريقة كده بالخشب او بالسندق البلاستيك اللي تنمون عند الفاكهان ايه اه دي كانت فكرة النهاردة وارب ان شاء الله تعجبكم ونتقابل ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله موسيقى